السلام عليكم ورحمة الله أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة البتارية في العيادة البتارية نتناول أمراض الحيوان بجميع فصائل المختلف الفصيلة الخيلية، المقترات، الأغنام، الماعز، الحيوانات الأليفة وأمراض الأسماك والدواجة نتناول في كل مرض من هذه الأمراض مسببات هذا المرض أعراضه، طرق انتقاله للإنسان والحيوان، طرق العلاج وكذلك طرق الوقاية ودائماً أبداً شعارنا في العيادة البتارية الوقاية خير من العلاج مشاهدين الأعزاء، مشاهدي مصر الزراعي في كتير من إخواننا المربيين دايماً بيكلموني وفي مكلمة يعني شدتني شوية قال لي بعد ما استنيت النتاج وأعملت اللي انت قلت عليه كله وبعد خمستاشر يوم المولود راح مني أو العجل الرضيع جاله إسهال وبعد الإسهال يومين ثلاثة وفقط الصمرة اللي أنا قاعد مستنيها بقى لسان بصراحة أنا يعني زعلت وقلت إيه؟ عيد تاني الموضوع اللي أنا اتكلمت فيه مرات عديدة لأنه مهم جداً كل مربي وكل فلاح يبقى عارف إزاي يتعامل مع النتاج اللي طالع أو المولود اللي طالع بحاجات بسيطة جداً لو خدنا بنا منها في أول ثلاثة أيام أو أول خمس أيام نهتم بحاجات معينة وبعد من خمس أيام إلى شهر نهتم بحاجات أخرى ومن شهر لغتاة شهور نقولها نعمل إيه؟ فأنا قلت أدرتش معاكوا كده بسلوبر بسيط للمربي اللي هو عنده بقرة أو بقرتين جايبهم مستورده شريهم من الشركات المستوردة اللي بتجيب العجلات العشار واتولد عنده النتاج ده أول حاجة يعملها إيه؟ أو إيه المطلوب منه؟ فحضرته الصغيرة أو مكانه الصغير عشان يفضل محافظ على الأنسة اللي طالعه أو الزكر اللي طالعه لغيت ما إيه؟ يأما يبيعه لزكر لحم يأما هي تبقى أنسة مرة أخرى وتجيب له لما مرة تانية بداية أول حاجة أول مولود ينزل أول رقم أول حاجة تجيب في الدماغي كمربع أو فلاح إن أنا أسيب الأم تلحس هذا المولود تنشف هذا المولود بالليكينج بتاعها وتجهز تعمل اكتيفيشن يعني تعمل تنشيط للدورة الدموية بتاعته للعجل الرضيع ده عشان يبدأ يقف على رجله فيه ناس بتجري وتستعجل وتقطع الضوافر بتاعته ما تستعجلش هي هتدوب لوحدها ما تشيلش ولا تقطع وتعمل مع الوقت هي لوحدها العجل هدوب أول حاجة تستعجل عليها السرة تطهر السرة بتاع هذا المولود تطهرها إزاي برضو تقوم جاي ساحب زمان الشايكة ساحب الحبل السري من بدايته خالص كلا وتسحب تسحب 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 كل الإفرازات أو اللوخة الموجودة ده أو الإفرازات الموجودة لنزل بيها تطلع بره بحنية مرة أو اتنين كده وتفتح الحبل وتحط فيه شوية سابغة يود اتنين لاتنين ونص في المين ده في أول في أول حاجة تعمل وتسيبها ما تقولش بقى أربط لأ ما تربطهاش افتح وفضي واسيب ما تربطش بحبل ولا تربط كده أنا بعد شوية يعتملك مشكلة وتاني يوم لو لسه فيها طراوة وحاجة حطت لها برضو إيه نفس اللي انت عملته اصحب وافتح وحط إيه النقطتين بتاع السابغة يود ده أول حاجة تعملها أول ما المولود ينزل قبل ما المولود ينزل انت مجهز الأم بتاعتك وخاصة خاصة لو انت جايبها بكرية مستوردة من بر مجهزها في إيه الأمراض اللي هي هناك في البلد اللي هي جاية منها غير الأمراض اللي انت هتجيلك هنا يعني عندها مناعة ضد أمراض في بلدها مش هي الأمراض اللي هي جاد في بلدك هنا فانت هتعمل أول حاجة في خلال فترة العشار التقيل بتاعها تدي لها حاجات تنزل في السرسوب تدل ضد الإسهالات ضد الروتا والكورونا والإيكولاي يعني الحاجات الفيروسية اللي بتسبب الإسهال أو البكتيريا اللي بتسبب الإسهال تديها للأم العشار وهي في عشر من ثمانية لتسعة شهور جرعتين بينهم خمستاشر يوم بشرط إنها الجرعة التانية تبقى قبل الولادة من أسبوعين لثلاث أسابيع ده تحصين موجود في السوق بكذا بكذا مسمى موجود لكذا شركة حضرتك هتروح للطبيب البطري قولوا أنا عايز تحصين أدي للأم يحميني النتاج من الإسهالات هيقول لك خد الدواء دا كذا في كذا منتج في السوق هتدي لك هتخطر لك المنتج المناسب له وبعد كلا برضو في نفس الطبيب اللي انت روحت له ده هتقولوا أنا عايز برضو حاجة أديها للأم تنزل في السرسوب تدي لي مناعة العجل يشرب السرسوب يدي لي مناعة ضد الأمراض اللي بتسبب الالتهابات القوية أو بنسمينها الأمراض التنفسية اللي هي الـ IBR الإنفلونزا البارالفلونزا السينسيشي الفيروس الأربع أمراض دولت الأربع فيهروسها الدولت بتعمل لك مشاكل في الالتهابات القوية الأول يبدأ بإنترايتس وبعد كده نيمو إنترايتس يعني يبدأ الأول بإسهال وبعد كده التهاب رأوي معوي وبعدك العجل يروح منك فوهي لسه أيها المربي الفاضل أيها الفلاح الجميل وهي لسه عشر عندك وانت رايح شريها بمبلغ وشريها بالقصد وشريها بكذا يبقى تروح تجري على الحقلتين دولت في آخر فترة العشارة التقيل عشان ينزل الحاجة دي في السرسوب اللي هي الحاجات اللي مضادة للبكتيريا اللي بتسبب الإسهال الحاجات اللي مضادة للفيروسات اللي بتسبب الإسهالات الحاجات اللي مضادة للفيروسات اللي بتسبب الالتهابات الرأوية وكمان فيه برضو تحصين جميل بنتديه للأم برضو وينزل لنا بعد كده إن أنا أوديه للمولود لو أنا ما لحدش أديه لأم الحاجة ضد حاجة اسمها الباستريلا أو المنهيميا هيموليتيكا ممكن اللي هو البوفي باستني ديه برضو للمولود بتاعنا أول ما ينزل بعد شهر منه أو أديه للأم يديه للمناعة بتاعته يبقى أول حاجة مطلوبة منك إن أنت تجهز الأم عشان تجهز سرسوب قوي تجهز يعني كولوسترام أو لبن مصمار قوي فيه كمية من الأجسام المضادة للفيروسات اللي تسبب الأمراض لتسبب الإسهال للفيروسات اللي بتسبب الالتهابات الرأوية البكتيريا اللي بتسبب الإسهال وبكتيريا تسبب الالتهابات الرأوية يبقى عندك أجسام مضادة أجسام مناعية داخل هذا السرسوب لهذا المولود عملت كده وخلصت القصة بتاعت حضرتك وغزيت الحيوان بتاعك في فترة عشارة تغذية سليمة زي ما قلنا في حلقات كتيرة قبل كده وإن شاء الله جزء التال من الحلقة هنتكلم على التغذية الغير تقليدية طيب بعد كده أهم حاجة بقى أدي الحاجة اللي أنا بجهز لها دي اللي هو إيه السرسوب أو الكلوسترام يبقى عندك معلومة مهمة جدا جدا حضرتك لازم نكون حافظها وإنت مغمل زي ما قلنا في بعض معلومات كده قواعد زهرية أن هذا المولود اللي بينزل لساعتك بينزل زيرو مناعة بينزل ما عندوش مناعة نهائي هذا المولود ليس له سلاح يدافع بي عن البكتيريا اللي هتهجمه من الحبل السري الميكروبات اللي هتهجمه من الموس أو الأنف أو الفم ما عندوش سلاح يدافع بيه ضد هذه الجيوش اللي هتهجمه من كل اتجاه غير سلاح واحد اللي هو السرسوب طيب السرسوب ده ندهوله أنت كلما بيقوله هكذا كلما كان بدري كلما كان أفضل كلما كان بدري يعني أول ما تتولد وطهرت السرة ساعتك والعجل نشف تحلب الأن بسرعة وتردع هذا المولود طيب أردعه أدي إيه أي كمية قابلها أديهاله 2 لتر 2 لتر ونص 3 لتر 3 لتر ونص بدام قابل أديله يعني أدي بعد كده يعني قامت كل ساعتين ممكن أردعه السرسوب أحسن فترة للاستفادة من السرسوب الست ساعات الأوانية وفي الساعة الأوانية أحسن من الساعة الثانية وفي الساعة الثانية أحسن من الساعة الثالث وهكذا ليه بقول الكلام ده لأن السرسوب الأجسام المناعية فيه أو الأجسام المضادة فيه للمكروبات اللي احنا خايفين منها ديت بتبقى حجمها كبير البرتكل بتاعها أو الجزيء بتاعها في قلب السرسوب ده حجمه كبير والوحيد اللي بيستفاد بامتصاصها حاجة اسمها الباير باتشز أو الخلايا اللي مسؤولة عن امتصاص الأجسام المضادة دي الحاجات اللي موجودة في الأمعاء بتاع العجل الرضيع دي عاملة زي بتاعها فتحة قد كده في الخمس ساعات الأولينين أو في الساعة الأولينين وكل ما الوقت بيعدي اللي دي بتقفل 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 ومتخيل انت حضرتك الكرة اللي هي الجزيء بتاع الجسم المضاد قد كده كبير فلازم يخش في حاجة أوسع عشان يقدر يستفاد لازم الجزء الكبير ده يخش في باير في حاجات للمعاء تستقبله وتبدأ تستفاد به فكل ما ساعتك هتتأخر في إرضاع السرسوب الفلوس اللي انت دفعتها كتير قوي أثناء التحصينات والحاجات والأمراض اللي خدتها الأم والأجسام المضادة اللي كونتها ضد الأمراض دي مش هيستفاد بيها العجل بتاع حضرتك فمهم قوي ان انت تديه بدري لان لو استنيت ده هيقفل الباب هيقفل وده حجمه كبير مش هيعرف يخش وده انت عايز الحجم الكبير ده يخش في الأمعاء وبعد كده الجسم يستفاد به فمهم قوي حضرتك ان انت تديه بدري عشان تقولك كل ما كان بدري كل ما كان أفضل الكمية كل ما الكمية زادت كل ما يكون أفضل طب الكمية اللي عندي زيادة وانا جاب عجلة مستوردة وبتجيب انتاج كويس اعين السلسوب اللي موجودة اعينه في الديب في ريزر بعد ما طهر الوعاء اللي انا احطه فيه الزجاجة الزجاجية اللي احطها فيه او الازاز اللي انا احطها فيه اطهرها كويس اوي وانظفها كويس اوي وانشفها وبعد كده احط اللبن الزايد ده او لبن السلسوب الزايد احطه في كلسترامبانك او بانك السلسوب عندي اعينه اعينه عندي واقول ايه انا عينه لما يلا قدر الله اي ولادة تانية حصلت عندي وما فيش فيه سرسوبي بس سرسوبي موجود عندي طيب أستفد به في كده بس لا أنا ممكن أستخدمه كمان كعلاج للإسهال من قبل ما استخدمه أي مضات ضحايا وقبل أي حاجة لو جاء لبداية إسهال بسيط ممكن أدي السرسوب ده بعد ما ده فيه أديه للعجل الرضيع هيساعد على تبطين الأمعاء وينزلني المايكروباط بدري بدري وتنزل وما تعمليش التأثير اللي احنا بنسميه الدامج اللي بيعمله أو التأثير السيء على جدار الأمعاء يلحق ما يأثرش في الأمعاء والسرسوب ياخده ويطلع به على برد ده برضو ممكن أستخدمه كإيه؟ كعلاج للإسهالات اللي هاتجي طيب أنا أديت السرسوب من 3 إلى 5 أيام وردعت العجل زي ما قلت حضرتها للطور حامد ورابطه الأهم بقى بعد الرضاعة وبعد المتابعة النظافة اللي أنا بأدي فيها الحيوان ده يرضع ما ترضعش الحيوان وخاصة لو حضرتك شاري أنا بتكلمها شاري عجلة من العجلات اللي بالتأسيط اللي أنت دفع فيها دم قلبك ورايح تجيبها أوعى ترضع العجل من أمه أو من بيز أمه أو من الحالة بتاعت أمه لا احلب بالماكنة المكنة الكرولو الجميلة اللي أنت بتجيبها ديك أنت رايح تجيب عجلة بـ 45 ألف بـ 47 ألف حسن ما هتجيبها هات معها كمان كرولو بـ 5000 أو 7000 جنيه تعملها تحلبها يبقى بتطلع منتج أولاً عالي الجودة دي رقم واحد رقم اثنين بتحافظ على الصحة بتاع الحلمات اللي هي بتاعت بقرة بتاعتك لأن كتر رضعة العجل للحلمة بيعمل حاجة أو يعمل زي يعني نقول بالعربي التهاب التهاب للحلمة دي بسبب رضاعة العجل فيه فأنت دي بدأ تشغل مكانتك من أول يوم والبزازة اللي هتحط فيها السلسور تبه بزازة معقمة بزازة مطهرة وتدي العجل الرضيع بتاعك طيب عادت الثلاثة أيام الخمسة أيام دولت وطهرت وحلبت بالماكنة واللبن بتاعها عالي الجودة وديته للعجل بتاعي بعد كده بعد كده بقى الهيجين في متابعة هذا المولود يعني إيه الهيجينة دكتور حامد يعني إزاي أسكن هذا المولود في مكان نظيف مكان هواه متجدد مكان أرضيته جافة مكان يقدر الحيوان يعيش فيه بدون أي استرس على جهاز التنفس بتاعه أو الحيوية اللي هو عايش فيه طيب المكان لازم يكون جاف زي ما قلنا نغير المكان أنت ما عندكش بكسات ولا أنت مزرعة كبيرة عشان أنت روح تجيب بوكس وتعمل وتحط في الأرضية بتاعت الحزيرة بتاعتك تتقطع أول بأول يتحط فيه النهاردة العجل الرضيع ده وتحته شرب جاف ونظيف بكرة يتنقل من مكانه ده يبقى في المكان التاني يكون المكان التاني أنضف والمكان ده يتطرب تاني ويتحط عليه الشرب النظيف أو يتحط عليه رمل نظيف عشان أنقل فيه العجل بكرة وعلى المكان ده وهكذا أعمل كل يوم أبدل مكان الحيوان عشان يبقى دايماً العجل الرضيع ده قاعد في مكان نظيف دايماً الحزيرة بتاعتي ما فيش فيها نموس ما فيش فيها دبان حضط سلوك على الحزيرة من برة حضط أجزاء كاملة عليها من برة عشان دايماً يبقى ما فيش لا دبانة ولا نموسة لو أنا حبي طقف مع البقرة والمولود ده أباني واقف بالساعة والنص ساعتين ما فيش استرس ما فيش أمونية طلعة على الجهاز التنفسي بتاعي يتعبني زي أباني طمنت أن هذا الحيوان يقدر يعد وكده يبقى هو قاعد مرتاح طيب أنا طمنت على التسكين بتاعه وطمنت على السلسوب بتاعه اللي أخده أعيشه إزاي لغيط 15 يوم الأوانين 15 يوم الأوانين في اليوم الخامس حط قدامه جزء مية مفتوحة على طول حلة صغيرة كلافها المية وحلة صغيرة فيها العلف العلف مكون من من كيلو لربع لكيلو درة سوية رد نص كيلو درة 250 جرام أو ربع كيلو سوية 230 جرام رد والعشرين جرام البقيين فيتامين وأبلاح معدني ده كيلو كل يوم العجل إيه تحط قدامه خلص الكيلو حلو قوي خلص كيلو لربع ماشي خلص نص كيلو ماشي لازم من اليوم الخامس يبدأ يلحس في المركزات دي إلى جانب المية ما بتقطعش عنه خالص طيب اللي أنا بردعه منه لازم أعقمه وطهره بطريقة سليمة عشان يفضل خالي من الميكروبات اللي تسبب الإسالات وتعمل لي مشاكل أحقمه وطهره إزاي الجردل اللي هسئي بيه أو البزازة اللي هسئي بيها أعقمه كالآت أنا أجيب الألحاء بعد ما خلص اللبن أغسل البقايا بمية ساعة الأول أشطفه كويس أوي بمية فترة عشان ما يحصلش لو فيه دهون ولا حاجة تبدأ تدوب مية ساعة الأول بعد المية الساعة أجيب مية سخنة وعليها مطهر من أي مطهر موجود من تركيب اليود وطهر الجردل ده كويس أوي بعد ما أعملت بمية ساعة وبعد ما يصخنة بمطهر بعد كده أعمل بمية ساعة تاني وأبدأ أكفي أقلبها أقلبها على وشها في مكان نظيف للاستخدام المرة القادمة كل مرة أعمل كده يابعنا هأمن نفسي من الملك ستون اللي احنا بنسميها حصوات اللبن اللي بتبقى دخلة والميكروب مستخب جواها ويعمل لي مشاكل جواها دايماً الحاجة الكونتينر اللي أنا بقى اللي هو الوعاء اللي أنا بقى رضع به العجل ده ألاقيه دايماً نظيف العجل يبدأ ياخد الحاجة بتاعته وأنا حاجة نظيفة وبسيطة خالص ساعة مية ساعة بعد كده مية سخنة بمطهر بعد كده مية ساعة وبعد كده أكفيها وأبدأ أديها للمولود لو استمرت على النظافة دي في تقديم اللبن والعلف الموجود لمدة 15 يوم 20 يوم المناعة تبدأ تكتمل عندك بعد شهر للحيوان ده يبدأ يستحمل أي إصابة أو أي مشاكل ويبدأ منعته تعله وما يجلوش الأخطر إصابة اللي هي في اليوم العاشر لليوم العشرين الفترة من عشر تيام لعشرين يوم دولت دي صعبة جداً وممكن الحيوان يروح منك فيها لأنه منعته ببقاش مكتملة وانت أساس القصة كلها لو شوية نظافة وشوية سكين جيد وشوية السرسوب اللي هو أخدهم هيفضل يبقى سليم معاك لبعد شهر بعد كده بعد ما يتم 45 يوم أو 40 يوم تبدأ تدي التحصينات بقى السيادية اللي عندك اللي عملها الدولة حمى كلها تدهاله بعد 45 يوم بعد كده الجدول بتاعك كامل طبعاً حمى كلها وحمى الوضع المتصد بعد الجلد العقضي وبعدين حاجات ضد الكوليستريديا الحاجات ببنامج التحصين بتاعك يبدأ يستمر من بعد 45 يوم لغير ما يوصل ثلاثة شهور أو أربع شهور طب تم بالقصة دي وصل العجل معايا لغير 45 يوم أنا أخاف بقى من التهابات الرئوي أخاف من الطيارات الهوائية يبقى الفاطر الأول أخاف من الإسهال بعد كده أخاف من التهاب الرئوي بعد كده الخوف أكتر التهاب الرئوي معه يخشيلي ويعمللي مشكلة أكبر التهابات الرئوية هتجيلك منين من الطيارات الهوائية اللي موجودة غلط يعني الزحمة ريحة الأمونيا اللي طلعة لو أنت عندك اتنين ثلاثة يبقى في مسافات بينهم وبين بعض لو عجل الشطارة بتاعتك بقى عشان تدع تحافظ على العجل ده في فترة أحطر حاجة فيك إنك تبقى عينك عليه 24 ساعة مجرد نوع من كوب يفتح نفس ما تسنناش بقى لما يكوح ويبدأ يكوح الكوحة بتاعته من تجي من رجليه وبعد كده بطنه الأبدومن الريصبيري شان بيتنفس من معدته وبعدها تبدأ تقول الله طبعا ده العجل تعبنا وده أروح أجيب دكتور لا من وهو وليس وبينهج كده بسرعة تقيس الحرارة وتتطمن على الحيوان وتلحق يعني تكون معاك طبيب كويس يبدأ يلحق يدي العلاج لو علاج بسيط جدا هيبقى الحيوان معاك ماشي كويس ما توصلش الحيوان إنك تحطه تحت استرس يعني تحت عوامل ضغط إنه هو بعد كده يصاب بالالتهابات الرئوية وخلي بالك الالتهاب الرئة لو انصابت ما فيش لها علاج كل اللي أنت بتعمله أو الدكتور بيعمله بيحدد مكان القصابة بس وعشان ما تنتشرش في باقية الرئة فالشطارة إن أنا موصلش الإصابة للرئة كاملة أو موصلش الإصابة نهائي موصلهاش إزاي إن أنا كل العوامل اللي بتهيج الرئة أو بتخلي الرئة معرضة للإصابة أو أف إيه اللي بيخلي الرئة هيج معرضة للإصابة نسبة الأمونيا العالية اللي طلع من الحظيرة بتاعتك يعني إيه نسبة الأمونيا إن انت ما نظفتش المكان كويس إن انت عامل عامل زحمة في المكان بتاعتك إن انت ما انتش عامل تهوية كويسة الهوى والأكسجين لداخل معات محبوسة عندك لازم كل ده يبقى أنت متغيب المية لازم تكون مية نظيفة الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي حطهله في التركيبة لازم تكون سليمة في العالم اللي بيأكله لو عندك شوية كيان شطارة قلب لحس معدني حطه قدامه خير وبركة كل الحاجات اللي تقلل عوامل الضغط عليه وترفع المناعة بتاعته كل ده في الآخر بيديه لك حيوان سليم وصحته كويس يتم التلت شهور يبقى كل العلف بتاعه كل كيلو من العلف تبدأ تفتمه وتبدأ ترميه بره وما تقلقش خالص منه بعد كده وتبدأ تديله الدريس والمواد الحفظة والمواد اللي ايه الالياف العالية تبدأ تديها له دريس سلاج برسيم يبقى لخمسة وسبعين في المية من التركيبته وتقلل المركزات شوية عشان يبدأ يكون الكرش والعجل بتاعك يبقى ماشي زي الفل ويبقى انت تجنبت الخسارة بتاع النتاج بتاعك او المولود بتاعك ده مهم قوي ان انا حبيت اقوله لحضراتكم في الموضوع ده عشان يبقى نحافظ على النتاج بتاعنا ونحافظ على المستوى اللي احنا تعبنا عشانه احنا بنربي الحاجة عشان نربح منها وما فيش ربح من الحاجة اللي انا بربيها الا النتاج يعني لو انا كفيت اكلها بالنتاج بالقراض بتاعها حلوة قوي لكن المكسب بتاعي بيبقى في النتاج فلازم احافظ على هذا النتاج طيب فيه ناس كتير بتقول انا عايز انا كنت سألتك مرة قبل كده كتير على التغذية غير التقليدية ايه ايه يعني انت تكلم ده ما نقول ايه احنا العلب بيغلى عايزين اعلاف رخيصة نجيب اعلاف رخيصة السمن نجيب اعلاف انتاج اعلاف رخيصة السمن غير تقليدية نشوف بقى نبدأ نتحرك مع بعض ونشوف اه هنستخدم ايه اه مكان الدولة مثلا هنستخدم ايه مكان الصوي اه لو في في فيديو عندنا موجود معنا نعرضه عشان اه يمنى او اه دلوقتي الاعلاف انتاج الاعلاف الرخيصة السمن غير التقليدية اللي هي ذات الجودة العالية يعني مثلا اه نبدأ نقول اه بديل الدرة اه الشعير اه الشعير ممكن نستخدمه مكان الدرة اه ده بيحتوي تقريبا على اه اه 75% من الطاق اه بتاع الدرة اه بنقدي اه التغذية ديات البسيطة دي اه بنخفض نسبة الدرة الصفرة بنخفض نسبة فولسوية في العلائق اه الى ادنى مستوى وبندخل مكونات اخرى في العلائق بدلا من ايه الدرة الصوية وكلام ده فبيؤدي في الاخر الى خفض اه بقلل التكاليف بتاع التغذية وتكاليف التغذية بالنسبة لنا هي اكتر حاجة بتستهلك الربح وبالتالي فالربحية بزوذها اه زي ايه زي ما انا قلت حضرتك المكونات اللي ممكن تحل مكان الصوية او تحل مكان الدرة اه اهم البدائل زي ما قلت لحضرتك المستخدمة الشعير بيستخدم ان احنا بعد طحنه وبيحتوى اعتقل على خمسة وسبعين في المية من الطاقة الموجودة في الدرة وبنستخدم استخدمه في العلائق كبديل للدرة بنسبة خمسة وسبعين في المية من استعمال الدرة وده في المناطق اللي بيتوفر فيها اه الشعير ما جيش بسلا مكان مبتقاش فيه شعير وروح اجيب الشعير اقول مكان الدرة والدرة ارخص لا المكان اللي بيتوفر فيه الشعير اكتر المناطق بتوفر فيها الشعير اكتر بالنسبة كبيرة وبرخص للسمن ابدأ استخدمه فيه كمان في الصعيد الدرة العويجة اه برضو كنت طاقتها زي الدرة تقريبا بعد طحنها وبعدين برضو بنستخدمها كبديل للدرة في علاية الدواجن واخبال حضرتك وهي متوفرة بطريقة كبيرة زي ما قلت لحضرتكم في الصعيد وهي رخص للسمن برضو الشفان 95% من طاقته زي طاقت الدرة ممكن استخدمه بنسبة 50% من التركيبة من كان الدرة اه الامح وكسر الامح اللي هو بيطلع من الصوامع كسر الامح اللي طالع ده مخلفات المطاحن ومخلفات الصوامع الغير صالحة لصناعة الخبز ده طاقته تقريبا مثل طاقت الدرة بالزبط حتى بروتينو اعلى من الدرة احلام بيصل بروتينو الكسر الامح ده الى تقريبا خمستاشر وتسبعتاشر في المية والدرة تسعة في المية من سبعة لتسعة في المية يبقى طاقته بروتينو اعلى وطاقته زي الزراء او اعلى شوي في حاجة كمان ببلاش اللي هي مخلفات البسكويت والمكارونة اه دائما برضو بتبع اه الطاقة بتاعتها ورايبة من طاقت الدرة مخلفات البطاطا والبطاطس والنسب البطاقتها برضو ممكن نستخدمها طاقتها عالية اه نستخدمها بخمسة نستخدمها بخمسة وعشرين في المية من الايه من مكان الدرة يعني حاجات كتير ممكن نستخدمها مكان الدرة ارخص واحسن طب الصوية فول الصوية مثلا اه فيه كذب الجلوتين اه ممكن نستخدمه مكان الصوية بس بنسب مختلفة اه فيه كمان كذب الجوار مثلا اه برضو ممكن نستخدمه يعني في في حاجات اه مشاهدين الاعزاء اه يعني كتير ممكن نستخدمها مكان الدرة ومكان الصوية اه سعرها ارخص وهي يعني كزب عباد الشمس مثلا تلاتة وتلاتين في المية بروتين ممكن نستخدمه برضو مكان الصوية اه استخدمه بنزل خمس خمسين في المية اه زي كزب الصوية برضو بيحتوي على خمسة واربعين في المية بروتين اه كزب السمسم بيحتوي على خمسة واربعين في المية بلوتين والسوء تبقى اربعة واربعين وده خمسة واربعين في المية بلوتين اه فالحاجات دي بتبقى اه كويسة جدا لو انا سعرها في المكان اللي انا فيه ارخص من الاسعار الاخر اه هناخد فاصل صغير وبعد الفاصل ان شاء الله هنستكمل الموضوع بتاعنا ده ونبدأ بقى نستقبل تليفوناتكم الجميلة واسئلتكم ونبدأ ناجب عليها فاصل وانا تواصل اهلا بيكم مشاهدين العزاء فاحنا اخوانا نخلي بالنا من النتاج بتاعنا نحافظ عليه عشان هو ده الصمرة وفي نفس الوقت برضو عشان اكسب واربح من المنتاج اللي انا بربيه او من الحيوان اللي انا بربيه لازم تسعين في المية او تمامين في المية من حاجتي تغذية لو انا قدرت اقالل في التغذية اجيب حاجات اه غير تقليدية اه موجودة في لئات الدراغ لي اجيب حاجات من انا قلتها مكان الدراغ اجيب كسر امح اجيب شعير اجيب عضرة عويجة ايه الحاجات اللي هي ايه تبقى فيها الطاقة بتاعتها عالية وسعرها يبقى قليل طب الصوية غيرت برضو اجيب حاجة مكان الصوية اه اجيب حاجات رخيص السمن اه حاجات بروتينها قليل يعني عالي زي الصوية ومشكلتها انها سعرها قليل زي ما قلت مستخلص كزب القطن مستخلص عباد الشمس اه كمان مخلفات المصانع من المصانع احنا قلنا مصانع الشبسي واشر البطاطا واشر البطاطس والحاجات دي كلها مهمة يا اخوانا ان احنا نستفد بيها البلح البلح في الموسم بتاع البلح في الوادي في حاجات هارس كتير كلا بتطلع منه نبدأ برضو نستخدمها كباديل للدرة طاقته بتبقى عالية جدا جدا ونبدأ نستخدمه ويدي ناكهة حتى كمان في اللحمة الخصان اللحمة التسمين بتفيد بتفيد قوي اه القشر البطاطس مخلفات الشبسي كل دي ممكن حاجات عالية الطاقة ممكن نستخدمها بنسب تخش كسر الرز ناخد الاول احمد من البحير فضل يا استاذ احمد احمد ايه يا فاند السلواليك فضل عندي عجلة بجرة وعدها جيرحى قبل كده ويدخلتها جلاف والعلف مزيدش لها فالب ردتها اشرين يوم مدخلها علف العلف مزيدش على فالس وزيدش هي والدها من عشرين يوم صح؟ لا يا والدها من دخلها علف من عشرين يوم من دخلها علف يعني بطلت حليب يعني وبطلت كلام ده كل عزة منها طيب يعني هي انت اندخلها بعد حليبت دي يا احمد بعد حليبي زي ست شهور ست شهور بس وهي تقريبا وزنها كم وزنها يعني طراح ما بين مئة وسبعين ومئة وثمانين ايه يعني مئة وسبعين ومئة وثمانين يعني هي والدة قبل كده ووزنها مئة وسبعين كيلو اه هي السنجلة مش مش يامعة اعلى ومستين حالها مميش نظرة جوية طيب شكر يا احمد الف شكر الف شكر يا احمد بيقول لي بقرة اشكرك الاول عشان ندي تليفون للاخرين والدة قبل كده وزنها مئة وسبعين كيلو طبعا استحالة مئة وسبعين كيلو ده يعني اه عجلة في طام او عجلة في طام لما تبعها مئة وسبعين كيلو وهي والدة يعني عشرت عشرت على كم بقى على وزن كام وولدت وزن كام عشرتها على وزن وهي لسه طلع من رضعة يعني اكيد اكيد اصدح ذلك ربعمية كيلو تلتوية سبعين كيلو ربعمية وخمسين كيلو بس هو كويس ان هو قال الكلمة دي عشان انا عايز اقول حاجة مهمة اوي 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 اخوانا ما تلقحوش او تعشروا العجلة بتاعكم الا ما توصل وزنها فوق تلتمية وخمسين كيلو فوق فوق تلتمية وخمسين كيلو نبدأ نفكر ندخلها للتلقيح الصناعي او الطلوقة خالد من المين يا فضل يا خالد فضل يا خالد فضل السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام يا خالد من فضل خالد خالد وط التلفزيون خالص واسمعنا من التلفون ماشا ماشا عشان ميعملش صدق صدق ماشا فضل فضلك الله يا باشا عندي مجرأ والد بكر دوله ثلاث شهور بيشرب لبن وعلف بيتنفخ اديله ثلاث مرات بيتنفخ طيب ماشا جرفت معا اللي قال الطريقة بتاعتنا احنا ليا بخلي الرجلين اللي من فوق عليين واللي من تحت واطين بربنا بيكرمه ويخف بس مش عارف في الثالث مره بيعملها معايا دو طيب بص يا خالد قلل له اللبن اشكرك الاول يا خالد وانا اجب وهااجب على حضرتك قلل له اللبن يعني هو ده موصل انت بياخد العلف بتاعته ووصل ثلاث شهور دلوقتي ابدأ ادي اللبن بكمية قليلة هو تلاقيه اول ما بيشرب اللبن تلاقيه يتنفخ لو الموضوع ده بيتكرر معاك كتير قلل كمية اللبن وبدأ بدأ يخش في العلف بكمية كويسة ويبدأ يأكل يوصل لكيلو علف مركز افطمه لو وصل تسعين كيلو او وصل خمسة وتمانين لتسعين كيلو افطم العجل كفاء عليه او كده وافطمه من اللبن ومش هيتنفخ تاني بس بشرط انه يكون بيأكل على اقل كيلو المركز اللي انت بتحطه بيخلصه وصل على الاقل خمسة وتمانين كيلو لتسعين كيلو ما قدش تديه لبن ومش هيتنفخ تاني يا خالد مهمة اوي اوي اخوانا الاخ بتاع احمد بتاع البحيرة اقولها تاني عندنا انسة وندخلها للتلقيح او ندخلها للتعشير قبل معاد الماتيوريتي بتاعها قبل معاد الندوك بتاعها الانسة بيجي لها الاجي او بيوبرتي بتاعها واحنا بنسميه سن المراهقة بيبقى من بعد ستة شهور من بعد ستة شهور ممكن تلاقيها تمنطل عجل الصغير اللي جنبها او كذا مش مطلوب ابدا ان احنا ناجي ناحية سن المراهقة خالص نيجي لسن الندوك سن الندوك او وزن الندوك بالنسبة للبكرية ما تقلش عن 350 كيلو كحد ادنى ممكن ان يبقى 370 400 كيلو قبل كده مالوش لازمة خالص قبل كده هتجيب مولود ضعيف وهي هتبقى ضعيف زي ما قال استاذ احمد يقول لك رضعت وما جابتش لبن وجايا سمينها ما هي اصلا بدايتها ما ينفعش صعبة عشان نعمل شغل صح في التحسين القراث او ممكن نعمل شغل صح في النتاج بتاعنا لازم نبقى ابسط حاجة نبطة للطريقة ان مجرد نلقاها وزن 170 180 200 كيلو بتنط ايه اوديها لا ما تلقحش من فضلك من فضلك ايوها المربي المحترم ايوها الفلاح الكريم ما تلقحش الانسة بتاعتك سواء كانت بقرة او جموسة بكرية الا ما يوصل وزنها ل370 كيلو جرام والافضل يوصل لغتر وعمية كيلو جرام ودايما تبقى يدك فيها تجيب الطبيب يفحصها الاول وبعد كده ما يفحصها ويختار التلقيح الوقت المناسب لتلقيحها تبدأ تديها للطلقة بتاع حضرتك او تديها للدكتور الشاط بتاع التلقيح الصناعي اللي موجود عندك يلقى حالك ويجي لك نتاج لكن طول ما احنا بنبادري بادري ديك دي مشكلة كبيرة جدا من الحاجات المهمة جدا ان احنا نخلي بنا منها برضو في موضوع التلقيح التلقيح لا اختيار التوقيح اعيد اعيد مرة واتنين وعشرة بقول له لو انت ما زلت بتلقح طبيعي بقول مرة هو عشرة اول لو ما زلت انت في اماكن لسه ما وصلهاش التلقيح الصناعي العشان يحصل الاخصاب بتاعك لا اول ما الحيوان يطلب وديه للطلقة طيب لو انت بسم الله ما شاء الله وصلك تلقيح الصناع عند المكان انت فيه وعندك دا كترة شاطرين وموفقين في موضوع التلقيح الصناعي يبقى البقرة اللي تشيع عندك بالليل تروح تجيب الطبيب بتاعك تروح التلقيح بتاك تجيب الطبيب يلقحها الصبح ناخد اتصال عماد من المنوفيق فضل يا عماد اهل شبه عليكم عليكم السلام واطلاه باركاته ازاك يا دكتور فضل يا حج عماد انا عندي يا دكتور عجلتين كده ما عشروش وعملت لهم خلطة للتسمين هم حوالي اه من 270 280 وكلام زي كان عملت الخلطة دي يا دكتور عبارة عن 80 كيلو مستخلص بزرط اوثن درجة اولى و120 كيلو ربدة و500 درة و55 سوية يا عماد نعم يا دكتور سنا ربنا خليك انت بتقول عندك عجلتين مع الشروش ووزنهم 270 250 كيلو اه يا دكتور ليه يا عماد هو انت بدأ التلقاح عليهم من امت يا عماد يعني انا ملقحتش يا دكتور خالص يعني انا ملقحتش او بتعشرهم بدأ التعشر عليهم من امت ما عشري مجالي عليهم مسلا من شهرين اثنين بس انا معشرتش يعني ما طلقتش عليهم خالص طيب يا عماد ماشي انت عايز انت عايز خلطة للتسمين يا عماد مش كده انا انا عامل الخلطة دي صحيحة يا دكتور للنهاية اننا تلح انا هقول لك بص بص يا عماد هقول لك تعمل الخلطة ازاي وانت حسب التركيب اللي عندك ابدأ اعمل اشكرك اشكرك يا عماد شكرا يعني انا مع اني مش متفق مع عماد ان هو يسمن الاناس ويتضحى وان هو يستعجل قوي ان هو بقول لك بعد وصل 22 وخمسين كيلو ابدأ اعملها خلط تسمين بس انا هقول لحضرك متاجة تعمل اي خلط التسمين لاي حيوان من 250 ل300 كيلو تعمل ايه اول حاجة يا عماد زي ما احنا قلنا نشوف وزنها 300 كيلو انتفاعد انها 300 كيلو 300 كيلو ويبنى هي عايزة 7 كيلو ونص مادة جافة 7 كيلو احنا المادة الجافة هناخد الاول تاج الدين من الفيوم فضل يا تاج الدين مجد دين من الفيوم مجدي مجدي فضل يا مجدي فضل يا مجدي فضل لو صمحت دكتور فضل يا مجدي عندي عجلة بكرية لسه ملقحها وعندها ربع من ورا كده بينزل فيه مياه صفرا عجلة بكرية بينزل فيها ربع من ورا كده قدر برطانة بينزل منه مياه صفرا بصفيه بينزل ورجع يعود ما هو يعني بكرية يا حج فاتح ايمن يعني انت بتجنح الدرع بتاعها ليه لا دي ايه لسه مولدتش خالص ما انا بقولك بتيجي ناحية الدرع بتاعها ليه وهي لسه مولدتش ده بكرية لسه لسه بكرية ما ملك وما لدرعها الدرع ده بعد الولادة يعني انت انت بتفتح في الدرع ليه وبتنزل منه ليه والحاجات دي ليه يعني اشكرك حج ايمن برضه يا اخوانا ما ينفعشي طول ما هي بكرية تيجي ناحية الدرع بتاعها خارص اول ما يبدأ الدرع يتملها ويبدأ فيه اللبن ينزل فيه يبدأ يبدا بصله لكن من دلوقتي لا ده هي فاحتة زايدة لا ده هي فاحتة وعرفشي طب نفتح طب نجيب ما كل ده داخل مايكروب انت بتدخله مايكروب انت بتدخله اي بكرية ما تدخلش في الدرع بتاعها الا لما تولد سيب البكرية بكرية زي ما هي سيبها نضرة زي ما هي اخونا عماد بتاع الفيون كان بيصل على التركيب الوزن 300 كيلو ادي 7 كيلو ونصف مادة جافة ايه المادة جافة احنا تقول لنا مادة جافة هي هو الاكل انت تأكله بس ما تروح منه نسبة ما هي طب ادي ايه هدي ادي 50% من الوزن ده 50% مركزات و50% سلاج او دريء مخلوط بدريس او مخلوط برسيم ادي ايه يعني انت عندك المركزات موجود درة سوية ردة مستخلص بقود مستخلص عباد كل الحاجات ديات انت ممكن تحط الخلاطات بتاعتك 50 دراء في المية اه 20% مستخلص عباد اه 10 او 8 في المية اه سوية اكتبوا راي 20 و 78 و 78 اه 18 في المية ردة بعد كده ممكن تدخل الجير الملح تمانية كيلو تمانية كيلو لو اندها هتعمل طن تمانية كيلو ملح عشرة كيلو جير اه فيتامينات املاح معدنية خميرة اه ادى التركيبة بتاع المركز المركز ده هتديله هتديله منه تلاتة ونص كيلو او اربعة كيلو وقباله حوالي اه سبعة تمانية كيلو سلاج او تسعة كيلو سلاج لو حطيت تسعة كيلو سلاج ومعاهم كيلو اش كيلو دريس كيلو كذا ماشي يبقى نص مركز من الكمية ومعاه 8 أو 7 سلاج مفيش سلاج برسيم يبقى حوالي 10 مفيش برسيم يبقى نادي تبن كيلو ومعاه شوية سلاج بخلطين يبقى اعمل في التركيه في الاخر الحيوان ده هو ياخد 2.5% من وزنه الحي مادة جافة معانا مين من فيوم ألو ألو إبراهيم من البحيرة فضل يا إبراهيم سلام عليكم يا دكتور فضل يا حج إبراهيم السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي جاموس يا دكتور والدى بعلها ثلاث سهور تمام وطبعا جبت لها الدكتور البيطاري مادة إيده فيها قال المبايد بتاعتها كثلانة أكلها يا دكتور طب مدام جبت الطبيب البطاري أكيد هو كتب لك رشدتها للعلاج بتاعها هو كتب لي هو كتب لي حقنا يا دكتور بس أنا عايز أعرف طريقة الأكل أكلها إيده طيب بص بص مدام قالك المبايد كثلانة غير الحقنا اللي هو كتبها لك أنا هقولك اديلها برضو في التركيبة بتاعتك زود نسبة الرضة شوية عندك الرضة عارفة زودها شوية أيها قلل لو طبعا البرسيم في نهايته طبعا ما عادش موجود برسيم يبا أنت هتركز عن الرضة فيه برسيم يا دكتور موجود لسه قلله اه لو فيه برسيم قلله خالص وزود في الرضة بتاعتك وفيه حقا هتروح تجيها برضو من عند البيطار هتزود فيها نسبة الفوسفور شوية وديدي فيتامينات اللي هو ألف دا لتلاتة هحقن لمدة خمسة ايام وديدي شوية كالسوم كالدماج او كالبوما موجود في السوق أي اسم للكالسوم مصدر الكالسوم موجود في السوق من تلاتة لخمسة ايام هي مجموعة مقويات فيتامينات تونفوسفان كالسوم هيتعامل لمدة خمسة ايام واكيد الدكتور اكيد هيدهم لك بعد كده الحيوان بتاعك ان شاء الله هيطلب وهتقل لعملية الايه اشكرك ابراهيم احنا كنا بنتكلم في الحاج تاج دايما يا اخوان الموضوع التلقيح او تنطيط على الحيوان بتاعنا ما لاستعجلش ابدا في ان احنا نطط عليه احنا دايما نخليه لما يوصل وزن تلاتمية وخمسين ربعمية وببدأ كده اشتغل عليه طيب لو لو علامات الشياع واضحة عليه علامات الشياع كل ده عرفينها تلاتي الحيوان بنعر جامد قدامك مش واقف سليم لو بيجيب لبن لبنه بيقوم نازل للسفر لو هي بتجيب مساة اربعة خمسة كيلو ما جابتش لبن في اليوم ده لو فيجي بقرة جنبها بتنط على البقرة اللي جنبها الآن بتنازل لو فيها بتنازل مخاطن قدامك كل العلامات دي كلكم بقتوا اشتر مني فيها وعرفينها اول ما تلاقي العلامات دي موجودة اجري جاري على الطبيب البطري قل له العلامات دي شفتها العصر شفتها بالليل هيبدأ هو يقول لك انا هجف هلقى حالك الساعة ستة الصبح او الساعة ساعة الصبح ناخد اخر اتصال الاستاذ صلاح من الاوليبي فضل 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 ازاك يا دكتور فضل يا حاج صلاح ازاي معلك يا دكتور الحمد لله حاج صلاح تبتعني علماتك القيمة فضل بعد إذن معالك في بقرة حضرتك والدة وفي تبشيح دم مع اللبن نعمل معاك بقرة لسه والدة حاج صلاح ونازل مع اللبن وهي اضرارها عالي حاضر حاضر شكرا حاج صلاح شكرا يا دكتور بقرة إضرارها عالي والإضرار بينزل مع اللبن لبن مدمن او لبن مخضب بالدم ده يعني طبيعي حاج صلاح وفيسيولوجي عندك هتجيب شوية مية ساعة وهترش على الضرع بتاعك او هتجيب شوية تلج وتلف على الضرع بتاعك حيث بتلجي صغارة كده على الضرع بتاعك مرتين ثلاثة أربعة على الضرع بتاع البقرة بتاع حضرتك مرتين ثلاثة اللي بيحصل بالزبط أو المشكلة أنه تقول الإضرارات العالية بيبقى القنوات اللبنية فيها متضخمة ومليانة لبن بيبقى البلد سابلاي أو الدم أو الأوردة اللي وصلة للقنوات اللبنية دي تحت ضغط فبيحصل نتيجة لامتلاء القنوات اللبنية على الآخر باللبن بتضغط على الشعارات الدموية اللي بتغذي القنوات اللبنية دي فبيحصل انفجار للشعارات الدموية دي فبينزل اللبن مخضب بالدم دي حالة طبيعية جدا في بيزات في الحاجات الحالية بضلع عالي حلها أن أنا أعمل شرنكج أو يعمل انكماش للشعارات الدموية دي عن طريق المياس ساعة أبسط حاجة شوية مياس ساعين أو شوية تلج وممكن لو أنا شاطر شوية كمان أجيب الطبيب البطري هيديني شوية كالسوم ليها هيبدأ الدم ده يروح ويبدأ اللبن يرجع لونه الطبيعي مشاهدين العزاء كده وقتنا تقريبا خلص سعدت بلقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته